لا يمكن أن تخفي إلي أنيتا غضبها في سرد التحرش الجنسي الذي تعرضت له على يد مديرها في دبي عام 2007 خطفني واحتجزني في غرفة النوم لساعات مطولة ثم طرق الباب وسألني عما أريد أن أفعله في حياتي أخبرته بأني لن أرغب بأن يلمسني أي شخص وأنني أريد أن أغير وظيفتي لكن لم تتوقع إلي بأن يرسلها مديرها إلى مكان بعيد عن ناطحات سحاب دبي سألته إلى أين سترسلني؟ أجابني إلى مكان حديث سألته مسمو المكان؟ أجابني كردستان ثم سألته أين تقع هذه المنطقة؟ أجابني بأنها جزء من إيطاليا تقول إلي إنها لم تتوقع بأنه سيرسلها إلى كردستان في شمال العراق ووسط الحرب القائمة حينها وجدت نفسها مع نساء أخريات من أثيوبيا والفلبين وإندونيسيا في مطار إربيل حيث أخذت الشركة منها جواز سفريها كانت هناك نقطة تفتيش كل عشر دقائق كان الرجال في النقاط محملين بالأسلحة أدركت حينها أنني في منطقة تشهد نزاعا حربيا حينها قامت إلي بالاتصال بمديرها في دبي الذي أخبرها بأن تبقى صامتة وأنه قبض أربعة ألاف وخمسمائة دولار أمريكي مقابل وصولها إلى بغداد عندها فقط أدركت بأنه تم بايعها حاولت الهرب أكثر من مرة وتعرضت لتهديد بالقتل لكنها نجحت بالهروب أخيرا عندما اتصلت بشكل سري مع منظمة العمل الدولية التي فسخت العقد مع شركتها وأعدتها إلى إندونيسيا فشلت محاولاتنا في أخذ رد على ادعاءات إلي من المكتب الذي ادعت بأنه باعها في العراق لذا توجهنا للمكتب والتقين الرجل الذي تدعي إلي بأنه عامل على بيعها هل تريد الرد على هذه الادعاءات؟ رفض الرجل الإجابة بأي شكل لكن إلي تحاول مساعدة غيرها ممن تم المتاجرة به وتقول إنها لن تعمل خارج البلاد مجددا لقد كانت مشكلة بالحديث عن أنها ليس بدأت�� بأنها تعمل خارج البلاد مجددا ثلاث Elizabeth تعتبرت مثلا تعمل خارج البلاد مجددا تعمل خارج البلاد تعمل خواهج المتاجم تعمل خارج البلاد مجددا شكرا